طيب، اللقطة مهمة جداً عشان تعرف أي إنسان أو أي مشجع للنادي الأهلي أو للنادي الإسماعيلي أو خصوصاً للنادي الإسماعيلي يعرف أن الشباب الصغير وعلاقة الناديين الكبيرين للنادي الأهلي والنادي الإسماعيلي لن تتأثر ببعض الأشخاص مهما كانت الأمور ومهما كانت الكلام اللقطة اللي أنا حواليها لحضراتكم دي لقطة لعبة كرة شباب صغير من الإسماعيلية شافوا كابتن سيد عبد الحفيز؟ نجم كابتن سيد عبد الحفيز بعيداً عن هو مدير الكرة في النادي الأهلي هو نجم لكرة القدم والشباب ده يتمنى يبقوا زي كابتن سيد عبد الحفيز شافوا راحوا صوروا معاه هو ده الإحساس اللاعب كرة القدم من إسماعيلي بقى من أهلي يعني هو أنت جمهور الأهلي لما بيشوف كابتن علي بوجريشا بيعمل بيروح يتصور مع كابتن علي بوجريشا لغاية دلوقتي قال لغاية دلوقتي كابتن علي بوجريشا باسمه الكبير جداً فنفس الكلام أنا لا أشبه طبعاً كابتن علي بكابتن سيد كل واحد في جيله عظيم الحقيقة لكن أنا بتكلم على أن من يحاول أن يفسد دائماً العلاقات لن يستطيع لأنه فيه شباب واعي وشايف بعيداً عن كل اللي بيحصل شايف أن الكافتن سعبد الحفيز كلعب كرة قدم ده نجم كبير أنا روح أتصور معاه ونفسي بأزايه شايف محمد صلاحة بوجريشا نجم كبير ونفسي لما أشوفه تصور معاه وبأزايه شايف محمد حمص نجم كبير لما أشوفه تصور معاه وبأزايه شايف بقية الأسماء الكبار جداً فيه سواء في النادي الإسماعيلي أو في النادي الأهلي هو دي اللقطة اللي أمام حضراتكو دي أنا بس جايبها علشان لهوات الصيد في الماء العكر مش هتكلم بقولك ولا عن المباهر ولا عن نوع يستحق طرد ولا كذا ولا كذا دي حاجات خلافية كل جمهور النادي الأهلي متأكد أن هي يستحق الطرد وجمهور الإسماعيلي لن يقتنع مهما قلنا ففي الآخر الحاجات الخلافية دي كل واحد حر فيها يقول لهو عايزه لكن في النهاية تظل مثل هذه اللقطات هي الجوة الواحد كرة القدم احنا بنبقى مبسوطين بيها عشان اللقطات اللي زي دي مش إن دا يطلع يشتم دا ويعمل التاني دا والرياضة بشكل عام هي كده فبلقطة رائعة لنجوم إن شاء الله حيكون لهم دور مع النادي الإسماعيلي في الفترة القادمة مع نجم كبير كابتن سيد عبد الحفيظ اللي بالفعل قايم بدوره على أكمل وجه سواء كنجم كبير نموذج كابتن سيد نموذج يحتزى به في شغله وفي تاريخه كلاعب لكرة القدم أو نجم كبير في نادي الأهلي لكرة القدم أو مع المنتخب الوطني مثل هذه اللقطات هي اللي دايماً هنوريها لحضراتكم وتشوفوها لكن مضطرين الحقيقة أو مش مضطرين لازم نقول لحضراتكم إن في ناس بتحاول إن هي تصيد في الماء العكر علشان توسيء للعلاقات وناس كثيرة جداً بتحاول تقول لي يا إسلام تكلم عن أنا ما ليش علاقة بالنادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي حر له مجلس إدارته يختاره اللي هم عايزينه يعمله ينسحبه دي حاجة تخص النادي الإسماعيلي ما تخصش النادي الأهلي من قريب أو من بعيد أو القناة الأهلي من قريب أو من بعيد فعشان كده أنا بقول لحضراتكم انظروا دائماً لمثل هذه اللقطات ولا تنظروا للجانب الآخر